اشتركوا في القناة والذي يعتبر من أعلى الأوسمة التي يقدمها الاتحاد للشخصيات الإدارية البارزة في مجال العمل الرياضي والأولمبي وحصول اللجنة الأولمبية البحرينية على جائزة اللجنة الأولمبية المتميزة وذلك خلال انعقادة الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في دولة قطر الشقيقة مؤخرا وقد هنأ جلالته سمو الشيخ ناصر على هذا الوسام الرفيع المستوى والذي يأتي تقديرا للجهود الكبيرة والعمل المتقنة والمتواصلة والتي يقوم بها سموه في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية الأولمبية في المملكة والتي باتت بفضل جهود سموه وتكاتف الأسرة الرياضية البحرينية تسير في طريق تحقيق الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة الأمر الذي جعل من تجربة البحرين الأولمبية الرائدة والمتميزة تحظى بالثناء والاهتمام من قبل جميع المراقبين للحركة الرياضية الأولمبية وأشهد جلالته بالدور المهم الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر وقيادته الناجحة لمسيرة الرياضة البحرينية واللجنة الأولمبية بشكل خاص وشكر جلالة الملك المفدى سمو الشيخ ناصر على الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سموه للجنة الأولمبية البحرينية والتي أسهمت في بناء منظومة رياضية متطورة على الصعيد الإداري والفني حيث نعكس ذلك على الإنجازات المتعددة والنتائج المشرفة التي حققها لاعب ولاعبات مملكة البحرين في مختلف الألعاب في البطولات الإقليمية والقرية والعالمية والتي كان أبرزها الإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريودي جانيرو كما أشهد جلالة الملك المفدى بحصول اللجنة الأولمبية البحرينية على جائزة اللجنة الأولمبية المتميزة والذي يعكس ما قام به رئيس وأعضاء اللجنة من جهود مثميرة نقدرها لهم مؤكدا جلالته أن هذا التكريم الذي حظي به سموه هو مصدر فخر واعتزاز وتكريم لكل الأسرة الرياضية البحرينية وتأكيدا على ما يحظى به سموه من تقدير واحترام من كبرى المنظمات الرياضية كشخصية رياضية متميزة على الصعيد المحلي والعربي والعالمي متمنيا جلالته لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وجميع شباب البحرين دوام التوفيق والتقدم ومواصلة طريق الإنجازات خدمة لوطنهم البحرين وأعرب جلالته عن اعتزازه بجميع شباب البحرين الذين رفعوا راية وطنهم عالية في مختلف المحافل الدولية وأثبتوا إصرارهم وحرصهم وإخلاصهم للوصول إلى التفوق والتميز في مختلف الألعاب الرياضية مؤكدا حفظه الله الحرص المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة لإعلاء شأن الوطن وتعزيز مكانته الرفيعة كما أثنى جلالته على تكاتف وتعاون الأسرة الرياضية البحرينية ودعمها لخطط وبرامج اللجنة الأولمبية والتي نقلت الرياضة البحرينية إلى المنافسة الحقيقية وحصد الألقاب والبطولات والمراكز المتقدمة وأثنى جلالة الملك المفدى على حصول البطلة البحرينية العالمية الأولمبية العداء روث جيبت على جائزة الإنجاز الرياضي من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية نظير تألقها في أولمبياد ريودي جانيرو بجمهورية البرازيل وفوزها بذهبية مسابقة 3000 متر موانع وهي أول ميدالية ذهبية أولمبية في سجل مشاركة مملكة البحرين في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى ملك مملكة البحرين حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والسعادة وسيدات والسادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بكل الفخر والاعتزاز تتشرف الأسرة الرياضية البحرينية ممثلة في سمو رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ونقبة من رؤساء الاتحادات الرياضية في هذا اليوم الجميل المبارك الذي نتشرف فيه باللقاء والسلام على جلالتكم حفظكم الله ورعاكم فلقاء جلالتكم وسام فخر واعتزاز لكل مواطن على هذه الأرض الغالية وجميل جدا أن تتزامن هذه الزيارة الغالية مع الإنجازات الرائعة والمشرفة التي حققها أبطال وبطلات البحرين في مختلف المحافل الرياضية ومما يزيدنا فخرا إن مملكة البحرين متمثلة في اللجنة الأولمبية قد تجاوزت في إنجازاتها الميادين والملاعب وحازت على أوسمة رفيعة وجوائز تغديرية من أبرزها حصول سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على وسام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأنك وهي أكبر منظمة رياضية دولية والتي منحت اللجنة الأولمبية البحرينية جائزة التغدم المتميز كأفضل لجنة أولمبية على مستوى اللجان الأولمبية الوطنية في العالم كما منحت العداء البحرينية روث جبت جائزة الإنجاز الاستثنائي على أدائها في أولمبيات ريو عام 2016 والجدير بالذكر سيدي أننا قد حصلنا على جميع مجالات الجوائز المقدمة من خلال اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأنك في اجتماعاتها بدولة قطر الشغيقة وتعد هذه سابقة حصول بلد على جميع هذه الجوائز سيدي جلالة الملك ما حظيت به اللجنة الأولمبية البحرينية من تكريم دولي رفيع المستوى عزز من مكانة البحرين الرياضية على مستوى العالم وجاء تتويجها لجهود سموه في الارتقاء وتطوير الرياضة البحرينية في العديد من المجالات بعد أن تولى سموه رئاسة اللجنة الأولمبية البحرينية في عام 2009 وأحدث نغلة نوعية في عمل اللجنة الأولمبية واستراتيجياتها مما انعكس إيجاباً على الرياضة البحرينية وبلغت العالمية والشواهد على ذلك كثيرة يترجمها حصاد الرياضة والرياضيين البحرينيين في المواسم الماضية حيث بلغت الميداليات الملونة 2286 ميدالية وكلنا يستذكر أن سمو الشيخ ناصر عندما تولى زمام الغيادة وتحمل المسؤولية بكل عزيمة وشاجاعة وإصرار رفع سموه شعار إننا لم نعد اليوم نبحث عن المشاركة ولكن عن الإنجاز والتمييز وقد استمد سمو الشيخ ناصر هذه الرؤية الثاغبة والاستراتيجية المبنية على أسس علمية من واقعنا وبما يتناسب مع إمكانياتنا وحظى بكل الدعم والتوجيه والتشجيع من لدن جلالتكم حافظكم الله ورعاكم ومشروع جلالتكم الإصلاحي الرائع العظيم الذي أحدث نغلة في البحرين الغالية في مختلف المجلات وكان خير استثمار في الإنسان البحريني وقدراته وأنتم سيدي حافظكم الله من وجه ودعم وبارك بتأسيس اللجنة الأولمبية البحرينية في عام 1979 وها هي البحرين تقطف ثمار غرسكم ورعايتكم الكريمة أدام الله عزكم وها هو اليوم يتواصل عطاءكم ورعايتكم الكريمة ونحن بكل الفخر والاعتزاز نتشرف برغاء جلالتكم حافظكم الله ورعاكم وختاما نعاهدكم سيدي كما عاهدتمونا سنظل الجنود الأوفية للبحرين وغيادتها الكريمة حفظها الله ورعاها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذه المناسبة رفع اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية رفع اسم آية الشكر والتقدير والامتنان على هذا اللقاء الذي نعتبره جميعا وسام يضاف إلى الأوسمة الرياضية العالمية والتي حاصلنا عليها من أعلى المنظمات العالمية لتكون شاهدا على ما يليه جلالة الملك المفدة من دعم وتشجيع للقطاع الرياضي في مملكتنا الغالية وأضاف سموه أن كل شخص بحريني يتبوأ منصب عالمي أو إقليمي يتحمل مسؤولية هذا المنصب على محمل الجد ويعمل على تطويره وتقدمه على أكبر دليل على نوعية البحريني أو البحرينية والتمييزهم وإخلاصهم والذين يمثلون البحرين كأفضل سفراء في الخارج وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادة وتشجيع جلالة الملك المفدة لأبناء البحرين وأضاف سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة أنه سنظل دائما وأبدا نستمد قوتنا وتميزنا من توجيهات جلالة الملك المفدة السديدة وسنظل مدينين لجلالته بما ينعم به علينا من رعاية ودعم وتشجيع ومتابعة ونعاهد جلالته بأننا سنمضي في نفس الطريق بكل عزم وإصرار من أجل الحفاظ على مكتسباتنا الرياضية بل وإلى تحقيق المزيد لأننا نتطلع دائما إلى قمة القمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر